اشتركوا في القناة فمشاركات المنتخب الأول المتعددة وكذلك الأندية ذات الاستحقاقات الخارجية ستطغى على الأحداث فالأخضر سيخوض معركة التأهل النهائية للوصول السادس لمنديال كأس العالم بإذن الله وأثناء تلك التصفيات سيشارك الصقور في بطولة كأس العرب العاشرة في قطر وما بين تلك المهمتين للمنتخب السعودي منافسة محلية أخرى ومشاركات خارجية لبعض الفرق إذن نحن أمام مسابقة محمومة بين الأندية لتحقيق أمال وطموحات جماهرها وهذا بالتأكيد سيقودنا لطرح عدد من التساؤلات جراء تلك المشاركات المختلفة ستتمحور حول المكانة الفنية للمسابقات المحلية خصوصا في ظل امتلاك بعض الأندية للعبين دوليين سواء محليين أو أجانب يمثلون منتخبات بلادهم ولديهم أيضا مشاركات مختلفة أخرى على الصعيدين المحلي والخارجي نحن أمام موسم استثنائي سيكون فيه ضغط كبير على الأندية وإرهاق للعبين وستستمر المباريات فيه حتى المشاركة في منديال كأس العالم الصيف المقبل في قطر فما هو التصور المتوقع؟ لما سيكون عليه المشهد العام للبطولات المحلية؟ وهل سنشاهد ارتفاعا في المستوى؟ أم تذبذبا وانخفاضا في الأداء؟